جويس الحاجة خوري بحسب المعلومات التي تصل الآن المزيد من القصف الإسرائيلي على بلدات حدودية في لبنان حديث عن الخريبة وأطراف راشيا الفخار في الجنوب اللبناني ماذا في تفاصيل هذه الردود الإسرائيلية؟ نحن نترقب كما كل القرى الجنوبية رولى الرد الإسرائيلي المرتقب على العملية التي نفذها حزب الله في عرب العرامشة والتي كما يقول بيان حزب الله أنها كانت عملية مركبة من خلال استخدام المسيرات الانقضاضية وأيضا الصواريخ الموجهة لليوم الثاني على التوالي تطلق المسيرات الانقضاضية باتجاه المواقع الإسرائيلية وتحدث ما تحدثه من استهداف ومن أضرار في الأهداف التي تطلق باتجاهه قبل قليل أيضا إضافة إلى القصف المدفعي رولى كان هناك غارة عنيفة وصفت بأنها عنيفة على وسط بلدة النقورة في القطاع الغربي لا إصابات بحسب المعلومات الأولية بعد توجه فرق الإنقاض إلى المكان كذلك كان هناك أيضا غارة على علم الشعب كذلك الأمر بالنسبة للقصف المدفعي المتفرق على عدد من القرى والبلدات ولكن الأهم هو أن الجميع هنا يترقب الرد الإسرائيلي وسط استمرار عمليات حزب الله قبل قليل أيضا تابعنا من خلال الرؤية هنا لاستهداف موقع الرمتة في مزارع شبعة المحتلة من قبل حزب الله وهناك متابعة وترقب وتحسب لما يمكن أن يقدم عليها الجانب الإسرائيلي خصوصا وأنه يوم أمس تابعنا العمليات التي نفذها الجانب الإسرائيلي من خلال استهداف ثلاث سيارات كان بداخلها عناصر من حركة أمل ومن حزب الله وسقط منهم بين شهيد وبين جريح في هذه العمليات الثلاث والتي أتت العمليات التي نفذها حزب الله أمس واليوم ردا على ما حصل كذلك لابد من الإشارة إلى العملية التي نفذها حزب الله اليوم باتجاه موقع أو قاعدة ميرون الجوية وهي أيضا من الأهداف التي يعتبرها حزب الله أهداف استراتيجية له باتجاه المواقع الإسرائيلية سهام عسى الحاشوري من مرجعيون شكرا لك